بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام عليكم متابعين ومتابعات شرونكم أخباركم إن شاء الله لكم بخير وصحة وعافية يا ربي اللي أول مرة يزورون قناتي أتمنى يشتركون بيه ويفعلون خاصة الجرس ويضغطون على اللايك وأكون ممنونة من عدكم عزيزاتي اليوم سويت لكم تحلية صيفية باردة إن شاء الله تنار رضاكم أعجابكم والمكونات مثل ما شوفون هذا جلاتين شوف يا عزيزتي هذا جلاتين كل شغالي هل قدوتها ب5000 دينار من العطار هنا أخذت خاشو كتير جلاتين وأذوبهم بمي على مود تتموع الحبيبات مالاتين راح أذوبهم فهذا بنص قلاس مي أخلي عليهم تقريبا نص قلاس مي أخذ عليهم دولك نص قلاس مي أخلي عليهم على مود أذوب الحبيبات مالاتها شوفي عزيزتي ما راح أخلي هواية بس يعني على قدر الشسمة على مود أذوبها أذوب الحبيبات على مود تنفيش وأخليها على جهة شوفي عزيزتي هنا أنا هس أخلي أبجيها أو على جنب وأبدي هذا قلاس شكر وهذا باكت بانيلا وهاي بانيلا سائلة وهذا قلاس أو شي سمع القياس وهنا أنا عندي هذا الباكت مال حليب اشتريته من السوبر ماركت وهنا راح أخلي قلاس قلاسيا حليب بالجدرية شوفي عزيزتي هذا أول قلاس خليته وهذا ثاني قلاس طبعا هذا القلاس بالقياسات بقلاسات الاعتيادية مالات الزجاجيات عاد الشوش قلاس وربع أو قلاس ونص يسوي هذا القلاس الأزرق هنا راح أخليه يحمل بس ما أخليه يفور على حرارة حرارته بس يعني يصير قوية ما أخليه يفور قبل ما يفور أنا أعطف فيه أنا أضيف الجلاتين شوف الجلاتين شون صاير على شكل حلقهم شوفه عزيزتي أهم يعني لا تقول هسا ها شون صاير وشون يصير هو راح يذوب لأن الحليب حار وأبقى بالقفاق اليدوية أخفقه ويا الحليب الحار هسا راح يذوب كل يته شوفي هسا يذوب الحليب والشسمة والجلاتين وبعدين أضيف عليهم الشكر هنا عندي الفانيلا أول مرة أضيف عليها الفانيلا وهو طبعا طافي طباخ جو الحليب يعني طفيتها قبل ما خليت الجلاتين عليه لأن صار حافض مرة يعني أطراف الجدرية مالت الحليب قام يعني أطراف الحليب بالجدرية قام يريدي يعني يصير يعني فقاعات بي على متى يفور رأسا طفيته وهنا راح أخليهم قطرات من البانيلا السائلة شوفي عزيزتي وأخلط أخلط كل المكونات والجلاتين والشكر إلى أن يذوب الشكر وأخليه بجهة أخليه إلى أن يبرج فد مرة وأضيفه بقلاسات أو بكاسات يعني عندي من يبرج يصير بحراطة الشسمة يعني ما يزعل الإيد ما يزعل يعني داع في فد مرة وخليه بالثلاجة شوفي عزيزتي أسا راح عاد أهدنا الكاسات صار عندي ثلاث كاسات أكبر وحدة صغيرة خليهن بالثلاجة فد ثلاث ساعات تاني خليتهم ثلاث ساعات يمكن ثلاث ساعات ونص وبعدين طلعتهم من الثلاجة بس أول مرة قبل ما طلعت من الثلاجة أنا سويت كراميل هذا النشة راح أخذ خاشوقة وشويونة بالقلاس أخليه على مود أذوبها وأخليها فوق الكراميل من أذوب الكراميل أخليه فوق شوف خاشوقة ونص أخذت من منعدها تقريبا ربع خاشوقة يعني مو كاملة فيعني ربع ربع كوب مال شاي هذا ربع كوب تخليين بي نشة وهنا قلاس هذا وقلاس مو مليان يعني ثلاثة ربع على قلاس شكر خليت أسه خليه على نار هادئ وخليه يذوب على كيف وعلى راحته يذوب شوف هسه راح شغل الطباخ وخليه عن ناصي وخليه يذوب على راحته عزيزاتي يعني أشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوة و يعني أنا من أشوف تعليقاتكم أفرح بيها والله شكرا جزيلا لكم كلكم على تعليقاتكم الحلوة هنا أحاول أحرك أشوف يعني صار ذاب شوية شوف بدأ يذوب عندي الشكر أو السكر إحنا العراقيين نقول شكر بس عندي متابعات من دول عربية يعني احتمال ما يسمونه شكر يسمونه سكر فهو سكر بس نقول شكر هذا السكر بدأ يذوب شوية شوية على نار هذا على مد ما طول عليكم الفيديو أنا قصيت من عند حتى يذوب الشسمة كلية تكتلات كلها تروح حايمالات الشكر شوف شلون عزيزتي لازم 24 ساعة يدي تحركين تحركين بالطاوة ما تتركين هنا راح أخلي نص مي فوق الشسمة فوق الكراميل شوف راح أخلي شوف كلية شون صار وهس راح هذا هم الشكر كلية راح يعني يذوب هس راح كلها ذوبة هت كتلات اللي صارت راح كلها ذوب هم على نار هادئة وكلها راح ذوب شوف عزيزتي آني أحاول يعني أقص من الشسمة على مود يعني ما تملون من الفيديو الطويل أحاول شقد ما أقدر أقطع من عنده على مود راحتكم هنا أنا بعد ما ما عدت كل التكتلات ضفت ضفت شسمة قلاس النشاوية المي وبعدين ضفت قلاس مي كامل عليها وراح أبقى حرك شوف يهم صار تكتلات هم راح الذوب التكتلات إلى أن يصير قوام كل ش حلو وش شفاف نرفعها من الطباخ شوف عزيزتي أي بنات اللي تحب تتابعني على الأنستة أنا راح أضيف الرابط مع الأنستة مالتي بصندوق الوصف هنا شوف 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 صارت مثل ما قلت لكم ما حبيت يطول عليكم الفيديو هو يريد لوقت على ما تبقين واقفة وتحركين من تتركين يصير تكتلات فلازم تبقين بإيدش تحركين ها شوف عزيزتي شكله وقوام شون صار كل شح حلو هسه تقول ونصار لون جوزي لا هو لون مو جوزي بس الطاوة مالتنا هي تبال أسود يعني سودة بطنها هسه هذي نص خاشوقة زبت خليت عليه شوف عزيزتي واسهم أبقى أخفق بها إلى عن الذوب الزبدة يعني ما طلعت الزبدة يعني من وقت من الثلاجة فلهذا هي بعدها ما ذابت يعني بعدها شوية قوية لأنجام ده كانت بالثلاجة هسه الذوب وأطلع الكاسات من الثلاجة وأضيت الكراميل عليه هسه راح تشوفون هسه ذابت الشسم أخليه فد شوية وأرفعها من الطباخ شوف عقوامها كلش حلو صار ولونها حلو بس بالطاوة على مد الطاوة هي سودة يعني لونها هي شوف عزيزتي هسه راح أطلع الكاسات عاد وأضيف الكراميل عليهم هاي الكاسات طلعت هن شوف هن خليت لهم مجال على مود الكراميل يعني ما ترست هن من الحليب شوف هن يعني لين شوية تعبت وأني أخفق بالكراميل نسيت أشغل الكاميرا إلى أن ذكرت أنا ما حطيت الكاميرا ما فتحت الكاميرا على شسم على الكراميل لشون يعني أخلي فوقها بس ومبين يعني شوف عزيزتي وهذا بعد ما خليتها وراء ساعتين من الثلاجة بالقوة الحليب ما ينقص بالقوة قصيت بالخاشوقة شوف عزيزتي هس شوف تشيا وشكل وطعم كل طيب تمنيت كميانا والله شوف عزيزتي كل طيب صار هذا كان الحلم آرتنا لهذا اليوم أتمنى ما أكون طولت عليكم بسهمكم العافية ومع السلامة